موسيقى نشط الأخبار من ليبيا لكل الأحرار وأبرز عنوينها إدانات محلية وأممية للغارة الجوية على الحي السكني باب تبرق ومستشفى الوحدة العلاجي والتي تسببت في مقتل عنصرين من مجلس شورى مجاهد درنة وامرأة وطفلها القوى المحايدة تتسلم مواقع على طول منطقة الاجتباكات في أغبار واللجان المدنية تباشر مهامها في تثبيت التهديئة وفتح الطرق وإعادة النزحين إلى مناطقهم المجلس الرياسي لحكومة الوفق يكثف اجتماعاته بشان وضع اللمسات النهائية لإعلان التشكيلة الوزارية الثانية وكوبلر يدعو إلى الإسراع في المصادقة عليها أهلا بكم ماذا نعم المجلس الرياسي لحكومة الوفق الوطنية القصف الجوية الذي استهدف حي باب تبرق بمدينة درنة وراح ضحيته عدد من المدنيين بين قتل وجريح إضافة للأضرار المادية التي تسبب فيها معتبرا القصف عمر نجراميا وخارج إطار الشرعية حسب البيان وتعليقا على الأحداث الأخيرة بالكفر حي المجلس من وصفهم بأبطال الكفر الذين يتصدون للمرتزقة ويذودون عن حدود الوطن الجنوبية حسب البيان ونشهد المجلس الرياسي الليبيين للالتفاف حول حكومة الوفق الوطني ودعمها حتى تتمكن من أداء مهامها في التصدي لمحاولات الاعتداء على الوطن ومقدراته في سياق متصل أفاد عضو المؤتمر الوطني عن مدينة درنة منصور الحصادي في برنامج العاشرة بأن هذا القصف ياتي في خانة خلط الأوراق السياسية لا يمكن أن يقتل أبرياء وأن تقصف المباني وأن تقصف البيوت ونحن نتفرج على أهلنا وهم يقتلون بطيران وتقول لي بعد ذلك طيران مجهول هذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال هذا القصف لا يصب إلا في خانة من يريد خلط الأوراق في ليبيا ومن لا يريد الاستقرار لليبيا ومن لا يريد الحل السياسي في ليبيا والتوافق في ليبيا والاتفاق في ليبيا ودانت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني في بيان لها القصف الجوي على مدينة درنة والذي استادف المنازل وسكان الأبرياء حسب البيان بمزيج من الأسى والاستنكار تلقت وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني نبأ القصف الجوي الغادر على مدينة درنة الآمنة والذي حصد الأرواح البريئة من جهة استغرب عضو مجلس النواب جاب الله الشباني من نوعية الأهداف التي طالها القصف والمبررات من الغارات الجوية مشيرا إلى أن مجلس النواب سيقرر في جلسة اليوم الاثنين موقفه من العملية كما سيطالب بفتح تحقيق لمعرفة الحقيقة أنا أستغرب من نوعية الأهداف التي تم استهدافها اليوم ومن المستفيد من ضرب هذه الأهداف وما الغرض وما الغاية وما المبررات حقيقة وأنا لا أرى أن هناك ليبي أو هو يتحمل مسؤولية قيادة في ليبيا أن يستهدف مثل هذه الأماكن الحيوية ونحن في مجلس النواب إن شاء الله سنبحث هذا الأمر وسنطالب بتحقيق في هذا الأمر حتى نتبين الحقيقة من جهته ندد حزب العدالة والبناء بما أسماها الأعمال الإجرامية التي تتعرض لها كافة المدن الليبية مدينان القصف الجوي الذي استهدف درنة وكذلك اعتداء مجموعات مسلحة على الكفرة ودع الحزب في بيان له المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياته التاريخية بهذا الشأن كما نشد أطراف الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة متابعة تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي دوليا عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه من الغارات الجوية التي استهدفت مدينة درنة صباح الأحد وأوقعت عددا من الضحايا مشيرا إلى التقارير التي تحدثت عن مقتل أم وابنها في هذه الغارة وفي تغريدة على صفحته بتويتر دعا المبعوث الأممي لتجنب استهداف المدنيين وفاد مصدر النعلامين من مدينة درنة بمقتل عنصرين من مجلس شرى مجاهد درنة وامرأة وطفلها في غارة جوية صباح أمس الأحد على مدينة درنة حي استهدفت الحي السكاني بباب طبرقة ومستشفى الوحدة العلاجي وأكد المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصفة أسرى عن تدمير ممتلكات المواطنين ومنازلهم في محيط الانفجار وألحق أضرارا بالغة بمبنى قسم الكلا مما أدى إلى إتلاف الأجهزة وسقوط عدة مباني داخل المجمع السكاني الملحق بالمستشفى وتضرر مسجد عمر بن الخطاب السابع من فبراير 2016 استيقظ أهالي درنة على غارات جوية مجهولة المصدر استهدفت حي باب طبرق ومستشفى الوحدة العلاجي قصف خلف قتلين من مجلس شورى مجاهدي درنة وامرأة وطفلها كما ألحق أضرارا بالغة بقسم الكلا مما أدى إلى إتلاف أجهزته وسقوط عدة مباني داخل المجمع السكاني الملحق بالمستشفى وتضرر مسجد عمر بن الخطاب قصف أثار استياء عدد من أهالي المنطقة الذين عبروا عن استنكارهم لاستهداف منشآت مدنية تعج بالسكان ليس لها علاقة بأي جهة عسكرية في درنة معاش عندنا وين نمشوا من دارنا وين نمشوا بس دبرنا مكال نمشوا فيه في مان يضربوا؟ يضرب في رقيد اللي لأني أحد يكاظون؟ يضرب الفتائع بيضربش هان إياه يضرب الفتائع بيضربش هان إياه ولا مشكي ياه اضرب الفتائع بحثها للناس شوفها القصارة تكلفها يتيبها ألاف القصارة هذه اعتداء همجي بالطائرات استهدف المدينة عبارة وصف بها المجلس المحلي درنة الهجوم مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تنتظر فيه المدينة الجهات المسؤولة بالدولة لمساعدتها في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة تم استهداف حي باب طبرق الذي كان لشبابه إلى جانب سكان المدينة الدور البارز في تخليص درنة من سيطرة التنظيم على الميدان أكد المسؤول الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري أنه بالتزامن مع القصف صد المجلس محاولة التفاف في محور الفتائح قام بها عناصر التنظيم استهداف لمواقع مدنية ليس الأول الذي تتعرض له المدينة حيث قامت طائرات مصرية منتصف فبراير العام الماضي بقصف درنة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرح وهو ما يسير تساؤلات عن منفذ الهجوم ودلالات توقيت استهداف المدينة وأضاف مدير عام مستشفى درنة منصور بن فايد أن مراجعي قسم الكلاب مستشفى الوحدة العلاجية المتضررين جراء غلق القسم يبلغ خمسين شخصاً من درنة وضواحيها إلى سرد حيث أكد عميد المجلس البلدي الذي كلفته حكومة الأزمة مختار المعداني عدم شاب من أبناء المدينة على يد مسلحين تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة في سرد مشيراً إلى ترد الوضع الأمني في المدينة بشكل كبير وأضاف المعدان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة تشهد نزوح عدد كبير من سكانها نحو مدن الغرب الليبي بسبب ممارسة ما يعرف بتنظيم الدولة مشيراً إلى أنه تم التواصل مع المجلس البلدي في مصرطة من أجل تسهيل مرور النازحين وأوضح المعداني أن الوضع المعيشي في المدينة سيء جداً بسبب ندرة المواد الغذائية وغلاء أسعار المعروض منها قال رئيس المجلس العسكري مصرطة إبراهيم بيت المال إن المجلس نفذ تحوطات أمنية على طول المنطقة الرابطة بين بوغرين وسرط لدرع مخاطر ما يعرف بتنظيم الدولة في هذه المنطقة وأوضح بيت المال أن التحوطات الأمنية تشمل غلق البوابات حفاظاً على سلامة المواطنين التي تم فتحها أمس الأحد على أن تغلق مجدداً في العاشر من الشهر الجاري ولن يسمح إلا بمرور الحالات الطارئة وكشف رئيس المجلس العسكري مصرطة عن ورود معلومات تفيد بتحركات عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة حتى منطقة الخمسين مشيراً إلى أن قواتهم في حالة تأهب تام للتصدي لهم أكد عضو الوفد المفاوض عن تبو محمد صندو وأن القوة المحايدة المكونة من أبناء قبيلة الأحصان تسلمت بعض المواقع على طول منطقة الاشتباكات في مدينة أوباري وأوضح صندو أن اللجان المدنية المكونة من مجالس الحكماء والأعيان والغرفة الأمنية في أوباري باشرت اعتباراً من الأحد مهامها المتمثلة في تثبيت التهديئة وفتح الطرق وإزالة مخلفات الحرب إلى جانب الإشراف على عمريات تنظيم عودة النازحين إلى مناطقهم وأشار عضو الوفد المفاوض عن التبو لأن أوباري تشهد هدو أن تاماً منذ بدء انتشار القوة المحايدة من جهة اعتبر رئيس المجلس الاجتماعي للطوارق محمد موسى أن التزام مكونا يتبو الطوارق برفع الغطاء الاجتماعي من شأنه أن يوقف عملية خرق المصالحة لافتاً إلى أن هناك طرفاً ثالثاً تسبب في الحرب ويجب التصدي له هناك الطرف لهم لا تبو لهم طوارقهم ليسببوا حتى الحرب هذا على أن من يرفع عنهم الغطاء الاجتماعي ضروري من الجاء تكون قوة مشتركة سواء قوة الجنوب أو قوة الطوارق والتبو هي التي تقبض علىها أو لا وتخطهم في السجد قال مدير الجهاز الإسعاف بالكفر إبراهيم باللحسن أن الوضع في الكفر يشهد هدوءاً نسبياً مشيراً إلى فتح الطريق الواصلة بين الكفر وجل وعودة حركة السير إلى طبيعتها وأضف باللحسن لقناة ليبيا لكل الأحرار أن كتيبة التوحيد وشباب الكفر يتمركزون حالياً في بوابة بوزري ونوها باللحسن إلى أنه تم دفن معظم الجثث التي خلفتها الاشتباكات الأخيرة وأن أغلبهم يحملون الجنسية السودانية فيما تم نقل جثتين إلى مستشفى الكفر العام وأشار باللحسن إلى تجهيز مستشفى الميداني بنقطة بوزريقة من قبل جهاز الإسعاف بالكفر في السياق المتصل أكدت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني في بيان لها دعمها ووقوفها مع ثوار الكفر تؤكد وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني دعمها ووقوفها مع ثوار مدينة الكفرة الأشاوس الذين يواجهون الغزو الخارجي دان المؤتمر الوطني العام حصار المدن الليبية واستخدام ما وصفها بالمرتزقة لمحاربة المدنيين معتبرا ذلك جرائم حرب ضد المواطنين واتهم المؤتمر في بيان له الأطراف التي تستجرب ما سمها المرتزقة لجانب المشاركة في تلك الجرائم مطالبا المجتمع الدولي عامة والاتحاد الإفريقي خاص باتخاذ ما يلزم لمحاسبة الميليشيات والحركات المسلحة التي تشارك في الاعتداءات على مدينة الكفرة ومناطق أخرى داخل ليبيا حسب البيان ودع البيان إلى ضرورة تكثيف الاتصالات مع دول الجوار التي ثبت تورط أبنائها في ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين الليبيين ومطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم داعيا القضاء الليبي إلى توثيق تلك الجرائم من جهة عرب مجلس شرى قبيلة لاد سليمان في بيان له عن قلقه جراء الأحداث الجرية بمنطقة الكفرة وما يتعرض له أبناؤها من هجمات وصفها بالغادرة بعد دخول مجموعات مسلحة تابعة لحركة العدل والمساواة السودانية إلى الأراضي الليبية الأمر الذي أصبح يشكل عدوانا صارخا بحسب البيان وأعلن البيان دعم مجلس شرى قبيلة أولاد سليمان وكتائب ثواره في الجنوب الغربي لثوار قبيلة زويا في الكفرة كما دان البيان ما وصفه بالصمت غير المبرر للقوة السياسية المتمثلة في مجلس النواب والمتمر الوطني العام لعدم دعم ثوار منطقة الكفرة في حربهم ضد من يريدون احتلال الوطن في سبه قتل شخصان داخل سيارتهم بعد إطلاق النار عليهم من سيارة أخرى مرة بجانبهما من منطقة الثانوية حسب ما فاد به مركز شرطة سبه المدنية وأكد المركز عبر صفحة على فيسبوك وقوع رماية عشوائية بالمنطقة نفسها عند جزيرة الصح يصيب على إثه أحد المرة بعيار النهري في رأسه مشيرا إلى أن حالته حرجة وذكر المركز أن جثة مجهولة الهوية وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى سبه الطبي عثر عليها بجوار مقبرة الجديد وعليها آثار تعذيب وإصابة بعيار النهري في الرأسه سياسيا ذكر المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن المجلس يكثف من اجتماعاته بشأن وضع اللمسات النهائية لإعلان التشكيلة الوزارية وفقا لما ورد في الاتفاق السياسي وأضف المكتب الإعلامي أن المجلس الرئاسي يترقب حاليا وصول لجة الحوار السياسي إلى مقر الاجتماعات لعقد جلسة تشاورية معها قبيل إعلان الحكومة كما أكد المجلس الرئاسي أنه ينظر في جميع الملاحظات التي سترد من جميع الأطراف وقد التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فإذا سراج لاحظ بالمبعوث الواء الخاص ليمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد عرض كوبلر لسراج نتائج سيارته للشحات ولقائه برئيس مجلس النواب عاقل الصالح كما تم التطرق إلى آخر مستجدات تشكيل حكومة الوفاق الوطنية دعا المبعوث الوم إلى ليبيا مارتين كوبلر إلى ضرورة الإسعاع في المصادقة على التشكيلة الثانية لحكومة الوفاق الوطنية التي سيقدمها المجلس الرئاسي وأضف كوبلر في مطمر صحفي عقب لقائه برئيس مجلس النواب عاقل الصالح أنه متفق مع رئيس المجلس على ضرورة أن تكون هناك حكومة وحدة في ليبيا تعمل من طرابولس مشيرا إلى أنه على تواصل مع أطراف فاعلة في ليبيا لتمكين الحكومة من مباشرة عملها من العاصمة فور تشكيلها وعبر المبعوث الأمة إلى ليبيا عن قلقه من تدهور الأوضاع في الكفرة قائلا أن هذا تذكير آخر بضرورة أن تكون هناك مؤسسات أمنية موحدة تعمل على تأمين الحدود الليبية في سياق آخر عبر كوبلر عن قلقه من الوضع الإنساني في البلاد مشيرا إلى وجود نقص كبير في الأدوية وأوضح كوبلر أنه خلال زيارته لأحد المستشفيات في البيضاء لاحظ أن المرضى يضطرون إلى إحضار أدويتهم معهم وهو أمر لا ينبغي أن يحصل في بلد غني كليبيا حسب وصفه كما حذر كوبلر من الخفاض الحقيقي في موارد البلاد المالية نشتنا بالتواصل وفيها بعض الفاصل محكمة استناف طرابلس أجل النظر في قضية السعد القذافي للثالث عشر من لارس القادم بناء على طلب فريق الدفاع والنيابة العامة إدانات محلية وأممية للغارة الجوية على الحي السكني باب طبرقة ومستشفى الوحدة العلاجي والتي تسببت في مقتل عنصرين من مجلس شورى مجاهد درنة وامرأة وطفلها القوى المحايدة تتسلم مواقع على طول منطقة الاشتباكات في أباري واللجان المدنية تباشر مهامها في تثبيت التهبئة وفتح الطرق وإعادة النازحين إلى مناطقهم المجلس ريازي لحكومة الوفاق يكثف اجتماعاته بشأن وضع اللمسات النهائية لإعلان التشكيلة الوزرية الثانية وكوبلر يدعو إلى الإسراء في المصادقة عليها أفض الناطق باسم مديرية الأمنة الزاوية نبيل بوزواي بفتح طريق منطقة العريوي الجانبي بين الزاوية وورشفانة مع استمرار غلق الطريق الساحلي وقال بوزواي إن عملية فتح الطريق تمت بجهود أهالي الطرفين في المنطقة مما ساعد على تنقل العائلات بين الجانبين وأوضح الناطق باسم مديرية الأمنة الزاوية أن منظمات المجتمع المدني الزاوية تقوم هذه الأيام بالترتيبات للاحتفال بالذكرى ثورة 17 فبراير ويهدف القائمون عليها إلى أن تكون المناسبة فرصة لبسط الأمن والأمان في المنطقة الغربية من جهة أكد رئيس المجلس العسكري وورشفان عبدالعالي الشيباني استمرار لجة التواصل بالجبل الغربي في عمرها بسرية تم من أجل فتح الطريق الساحلي وأشار الشيباني إلى استقرار الوضع الأمني في وورشفان وعلى الطريق الساحلي موضحانا أن فتح الطرق الجانبية بين وورشفان والزاوية ساعد في مرونة الحركة بين الحدود الإدارية من الجانبين وقال رئيس عسكري وورشفان أن استمرار غلق الطريق الساحلي تسبب في قلة السيولة المالية في المصارف وعدم توفر المواد الطبية بالمنطقة أجلت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة السينفي طرابولوس ألاحد النظر في قضية محاكمة السعد القذافي للثالث عشر من شهر مارس القادم وذلك بناء على طلب فريق الدفاع والنيابة العامة هذا ويواجه السعد عددا من القضايا الجنائية والجنح المتعلقة بالخطف وهتك العرض والإيذاء الخطيرة وإساءة استخدام الوظيفة فضلا عن دعم جماعات مسلحة وتمويلها للقضايا على ثورة السابع عشر من فبراير واستجلاب مرتزقة أجانب مما أدى إلى الزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد تواجه مهنة تصليحة دراجات الهوائية صعوبات متزايدة في ظل ضعف الإقبال لكن بعض محترفيها لا يعبؤون بهذه التحولات من هؤلاء الحاج عبدالسلام صفار صاحب محل في مسرطة في هذا المحل الصغير بالحي العتيق بمسرطة تعود العم عبدالسلام صفار وابنه علي أن يصلح الدراجات الهوائية مهنة بدأ عبدالسلام ممارستها منذ عام 1956 ورغم انقطاعه عنها إلى مهن أخرى فقد عاد إلى حبه الأول وها هو يورث الحرفة لأولاده يتطلب العمل تركيزاً وصبراً يحرص عليهما عبدالسلام رغم تقدمه في العمر لكن هذه الحرفة تواجه مصاعب أخرى فالدخل موسمي أساساً في عطلة المدارس والزبائن في تناقص بسبب اختيار الكثير من الأباء شراء دراجات رخيصة لأطفالهم ترمى بعد بضعة أشهر وضعف الإقبال على الدراجات ذات الجودة العالية والهياكل القوية التي تستمر سنين بفضل السيانة والإصلاح تواجه الحرفة تغيرات في السوق إلا أنه على الرغم من المتاعب لا يفكر علي ولول لحظة في التخلي عنها عشنا كنا نشايد ونحاول مرة ما نحاول ما نحاول ما نشايدها مرة نفكر في الليل بنا نشايدها بعدين نجيل الصبح نبقى نمور عادية وكان مجيش لدكانها مع هايوني يومي ناقص زبائن المحل الأوفياء يرون فيه ملاذا أخيرا يلجؤون إلى خدماته ويأملون أن تستمر هذه المهنة التي بات محترفوها كما يقولون يعدون على أصابع اليد وهذه حرفته أصلا من زمانه من قديم هذه خدمته المزايل قاعدة متمسك بحاجاته والله يسكر مع شيء من يصلح طراحة لا يأبه العم عبد السلام وابنه علي بهذه التحولات إنهما هنا ينتظران الزبائن في هذا المحل الذي ارتبط بعائلتهما فعجلة الحياة بالنسبة إليهما مستمرة في الدوران إلى عنوين النشرة إدانات محلية وأمامية للغارة الجوية على الحي السكني باب تبرق ومستشفى الوحدة العناجي والتي تسببت في مطلع عنصرين من مجلس شرع مجاهد درنة وامرأة وطفلها القوى المحايدات تتسلم المواقع على طول منطقة الاشتباكات في أوباري واللجان المدنية تباشر مهامها في تثبيت التهديئة وفتح الطرق وإعادة النازحين إلى مناطقه المجلس رياسي لحكومة الوفاق يكثف اجتماعاته لشان وضع اللمسات النهائية لإعلان التشكيلة الوزرية الثانية وكوبلر يدعو إلى الإسرع في المصادقة عليها هذا منا شعف ياميلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة